بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سوف نتناول التعبير الكتابي للصفحة 213 من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي التعبير الكتابي تعبير حر التوسيع أقرأ نص الموضوع في العطلة الصيفية سافرت مع أفراد أسرتي إلى مدينة شاطئية أصف ما شاهدته وما قمت به أستعين بالجدول الآتي لأبني فقرات موضوعي العناصر الرصيد أبني فقرات موضوعي مقدمة إذن العناصر عناصر أي موضوع؟ يعني موضوع؟ هناك مقدمة والعرض وخاتمة في المقدم كيف سافرت إلى المدينة الشاطئية؟ يعني هل سافرت بالقطار؟ أم بالسيارة؟ أم بالناقلة؟ بالنسبة للعرض؟ سوف نركز على هذه النقط أين تقع المدينة؟ تقع المدينة على ساحل المحيط؟ أو تقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط؟ أو تقع المدينة جنوب المغرب؟ كيف كان الشاطئ؟ الشاطئ نظيف مكتد بالمصطعفين هناك مكان مخصص مثلاً للعب بالشاطئ ما قمت به أستحم ألعب يعني ماذا؟ فقمت به خلال هذه الجولة العنصر الأخير هو الخاتمة الخاتمة ماذا أعجبك في الشاطئ؟ أعجبني الشاطئ والهدوء أعجبتني نظافة الشاطئ توفره على ما يحتاج إليه الناس ماذا تمنيت؟ تمنيته العودة إليه إذن إذا تتبعنا هذه الخطوات فإننا سوف نكتب أني في المقدمة إذن سوف أذكر يعني الوسيلة التي سافرت عبرها يعني هل سافرت بالقطار أم بالسيارة أم بالناقلة بالنسبة للعرض نذكر موقع المدينة كيف كان الشاطئ ماذا قمت به وبالنسبة للخاتمة ماذا أعجبني في الشاطئ ثم ماذا تمنيت مقدمة في العطلة الصيفية سافرت بالقطار مع أسرته إلى مدينة أجادير عرض تقع مدينة أجادير على ساحل المحيط الأطلسي لما وصلنا إلى الشاطئ وجدناه نظيفا مكتدا بالمصطافين خصص فيه مكان للعب سبحنا ولعبنا في رماله الذهابية فقدينا أوقات ممتعة خاتمة أعجبني هدوء الشاطئ ونظافته وتنظيمه مما جعلني أتمنى تكرار الزيارة له وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد في حول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر